تزوجت الأميرة خاندي من العالم المتصوف شمس الدين محمد البخاري المكنة بأمير سلطان وتروي لنا كتب تاريخ الأتراك قصة مثيرة عن زواجها من هذا الرجل حيث يروى أنه عندما جاء أمير سلطان إلى بورسا كان السلطان العثماني بيزيد الأول المعروف بيلدرم الصائقة يقاتل المجاريين خارج عاصمته ويواصل فتحاته في الروملي كان أمير سلطان شريف النسبي حيث أن جده الأكبر هو محمد بن الحسن المهدي وبالتالي فإن نسبه يعود إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعى محمد بخاري لأنه ولد في بخارة ولقد أضيف له لقب أمير لأنه من نسل الرسول تقول الحكاية أن الأميرة خاندي ابنة السلطان والتي كانت صاحبة تقوى وجمال باهر قد رأت رؤية مثيرة عندما بلغت سن الزواج يروى أنها رأت الرسول صلى الله عليه وسلم في الرؤية مرتين وحدثت بأنه طلب منها الزواج من محمد البخاري إذا كانت تريد شفاعته لم تخبر خاندي فاطمة السلطان أحدا بتلك الرؤية في البداية ولكنها روات أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال لها في الرؤية الثانية إن كنت تريدين شفاعتي في الآخرة تزوجي ابني محمد بخاري احذري أن تعصيني واسماعيلي هكذا كانت الرؤية التي روتها صاحبتها والتي ننقلها كما هي وطبعا لا نجبر أحدا على تصديقها وفعلا تم تزويج خاندي بعد ذلك من أمير سلطان وحقيقة فلقد كان هذا الرجل صاحب تقوى وعلم حيث أصبحت له مكانة كريمة ومنزلة محمودة في نفس السلطان بيزيد الأول وكان هو من أقنع السلطان بالإقلاع عن شرب الخمر والتوبة إلى الله تعالى عاشت السلطانة خاندي حياة سعيدة مع زوجها ولقد أنشأت مسجدا ومجمعا على اسمه وأوقفت له ثروة حتى يستمر ولا يزال هذا المكان قائما ويعرف بجامع أمير سلطان أعزائي هكذا نكون قد وصلنا إلى آخر هذا الفيديو نتمنى أن يكون قد أعجبكم وإلى اللقاء في فيديوات قادمة تحياتي أنا فرداوس حافظ رشيد إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر